اهلا بحضراتكم مرة اخرى في هذه التغطية الاخبارية التي هي مستمرة دائما مع حضراتكم على اكسترانيوز اعلنت شرطة مدينة هالي الالمانية مقتل شخصين في تبادل لاطلاق النار في احد شوارع هذه المدينة الالمانية ولذى منفذ الحادث بالفرار وقالت الشرطة على تويتر قتل شخصا بالرصاص في هالي وفقا للمعلومات الاولية حيث اطلقت عدة عيارات نيرية وفر المنفذون بعد ذلك في سيارة دعي السكان الى ملازمة منازلهم ومشاهدين نتبع الان مع حضراتكم على الشاشة لقطات حية من موقع الحادث وينضم الينا ايضا المزيد من التفاصيل سيد محمد خفاجي الكاتب والمحلل السياسي من برلين سيد محمد رحب بك هل لديك اي تفاصيل اخرى عن التي ذكرتها نعم تحية لكم ولجميع المشاهدين طبعا الشرطة اعلنت انها اوقت القبض على احد منفذي هذا الاعتداء وطبعا هناك تفاصيل تتحدث عنها بعض الوسائل الاعلام وخصوصا ان هناك شهود عيان قالوا ان المنفذين كانوا يلبسان ملابس عسكرية او اشبه بالملابس التي يرتديها الكثير من الميليشيات لم تكن محددة الرجلان كانوا ابيضان وهذه بعض التفاصيل التي يذكرها بعض شهود العيان لوسائل الاعلام وكذلك اكدت الشرطة انها لم تحدد الى الان ما هو سبب الاعتداء والشخص الذي اوقي القبض عليه ما زال الان رهن التحقيق والشخص الاخر الشرطة تلاحقه في الوقت الحاضر وممكن ان يتم القبض عليه خلال وقت قصير ايضا فهذه التفاصيل التي اعلنت عنها الشرطة الى الان وطبعا هناك هذه المدينة يذكر ان هذه المدينة هي مدينة فيها توجه كبير للنازيين هناك ايضا يعني دائما ما يفوز الحزب المتطرف اليميني يفوز في هذه المدينة في الانتخابات ولذلك يعني من المرجع ايضا هناك بعض الارات تقول قد يكون الذين نفذوا الاعتداءهم من انصار اليمين المتطرف نعم اذا داني اعيد ما تفضلت بذكره فيما يتعلق فقط بالمعلومات الرسمية ان الشرطة الالمانية اعلنت القبضة على احد منفذ الهجوم وما زالت حتى هذه اللحظة تلاحق الطرف الاخر او المنفذ الاخر واعلنت الشرطة الالمانية مقتل اثنين على يدي الشخصين الذين نفذوا هذا الهجوم والذي حتى الان لم تقم بتصنيفه ان كان ارهابي او لا ولكن المعلومات غير الرسمية والتي انت تفضلت بذكرها سيد محمد على حسب شهود عيان ان المنفذين كانوا يلبسان او يرتديان ملابس عسكرية ابيضان وحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن سبب هذا الاعتداء ولكن تفسيرك كمحلل سياسي لهذا الحادث سيد محمد نعم طبعا هو ربما المنطقة التي وقع فيها الحادث تثير الكثير من التساولات اولا قرب معبد يهودي الى جانبه هناك ايضا تواجد لاجانب في قرب مطعم للاتراك الاتراك ايضا هذا مؤشر اخر هناك اكثر من مؤشر في المنطقة لكن بالشكل العام هذه الفترة شهدنا الكثير من الحوادث التي يقوم بها اليمين المتطرف رد الاجانب وطبيعة الحال ايضا كما تعلمون ان هناك ايضا نوع من العداء اتجاه ربما بعض اليهود او غيرها فلذلك هذه الحوادث الان ما اصبحت تؤرق الامن الالماني واصبح الامن الالماني يحاول ان يكون اكثر حذرا في هذه النقاط وايضا لا هنا لذلك نجد لا يوجد تصريح سريع بانها ربما عملية ارهابية او شيء من هذا القبيل ومن ناحية اخرى طبعا يعني هذه المناطق مناطق الشرق المانية بسبب وجود البطالة وبسبب انها ما زالت تعتبر من المناطق الفقيرة لذلك تتداخل فيها الكثير من المعطيات التي ربما من الصعب ان يتم معرفة يعني بهذه السرعة دوافع مثل هذه الحوادث الاجرامية الا انه طبعا سرعة عمل الشرطة الالمانية هذه مشهود لها في كثير من المناطق نحن نشاهد انه ربما الذي يزور المانيا والذي يعيش في المانيا يعلم انه ربما الشرطة لا تتأخر اكثر من دقيقة او دقيقتين للحضور في اي منطقة تقع فيها اي حادث امني وهذه نقطة مهمة جدا حقيقة تسجل الامن الالماني اضافة الى انهم استطوعوا ايضا ان يعني يقوم ويلقاء القضع على بعض المجرمين حتى قبل ان ينفذوا جرائمهم وكان هناك تخطيط استخبارات قوية فهذه النقاط كلها حقيقة ربما من المبكر الان الحديث بشكل قاطع عن وضع هذه العملية الارهابية او الاجرامية اه انما نستطيع ان نذكر بعض هذه الملامح العامة لمثل هذه الاحداث خصوصا وانها تقع في مدينة هناك فيها مد كبير لليمين المتطرس نعم في الاوينة الاخيرة سيد محمد هل هناك اي حوادث مشابهة حدثت في المانيا نعم نعم هناك يعني حسب ايضا الاخرائيات الرسمية طبعا هناك ايضا نقطة الاعلام يحاول لا يركز كثيرا على هذه الحوادث لانه من ناحية اخرى لا يريدون ان يوحوا بان المانيا هناك مثلا اعداء متنامي للاجانب وهذه ربما من ناحية نفسية تحاول وسائل الاعلام وتحاول الحكومة التخفيف من هذه المثالة الا انه مثلا قبل فترة ليست بالبعيدة ايضا شهدنا حادث اعتداء ضد بعض الاجانب في مثلا منطقة لايبزيك في مناطق اخرى في مدينة لايبزيك وفي مناطق اخرى خصوصا طبعا كما اسلفت ان هذه الاحداث تقع بشكل اكتر في مدن شرق المانيا لانه هناك طبعا مد كبير لليمين المتطرف وطبعا تقع حوادث ايضا مثلا في مدينة ديسبورق قبل ايضا عدة اشهر حصلت حادثة تقريبا مشابهة ايضا طبعا لم يكن هناك اطلاق نار انما كان هناك طعن مثلا بالسكين فهذه المسائل اصبحت حقيقة خصوصا مع موجة الهجرة التي من بعد 2015 هناك بعض الحوادث الذي بدأت تزداد بمعادات للاجانب وللمهاجرين وطبعا خصوصا بعد صعود نجم حزب البديل الذي ايضا هو مؤشر على وجود نوع من اليمين المتطرف الذي بدأ يتنامى هنا في اوروبا دعني اختمك بهذا السؤال اذا سمحت سيد محمد يعني ما هي السياسة الالمانية من وجهة نظرك كمحل سياسي فيما يتعلق بمكافحة الارهاب في الاوينة الاخيرة طبعا بالنسبة للارهاب هناك وضع خاص تعمل عليه الحكومة الالمانية الحكومة الالمانية كهتفت جهودها على المساجد والمراكز الاسلامية اولا من ناحية انها تريد معرفة كل مركز مصادر تمويلة هذه المسألة كانت جدا مهمة وبالتالي استطاعت من خلال هذه الحركة ان حقيقة تطلع على حسابات الكثير من المراكز والمؤسسات الاسلامية التي هي ربما بشكل او باخر مرتبطة ببعض الجهات المتطرفة وحتى تم اغلاق عدة مراكز اسلامية كانت تدعو الى العنف وهذه الامور اضافة لذلك كان هناك اكثر من مؤتمرات اكثر من مؤتمر هناك الكثير من الندوات التي تدعو للاندماج الايجابي للمسلمين بحيث اصبح هناك قوانين تسهل الحياة للمسلمين لمن يريد ان يكون حقيقة مندمجا بشكل ايجابي في هذا المجتمع ومن ناحية اخرى تشدد الامر على قضية تمويل بالذات المصادر الارهابية هذه المسألة كثيرا ما تعدثت عنها الحكومة الالمانية ووزارة الداخلية فانها تسعى خلف هذه الاموال التي تأتي بشكل غير مشروع لتمويل بعض الجهات المتطرفة فهذه تم العمل عليها بشكل كبير جدا وحقيقة حققت نجاحات كبيرة وزارة الداخلية في هذا المجال انا بشكرك شكرا جزيلا كنت ضيفي عبر الهاتف من برلين سيد محمد خفاجي الكاتب المحلل السياسي في ذات السياق ايضا من برلين مشاهدين ينضم الينا الان الاستاذ احمد السيد الكاتب الصحفي ومدير مكتب جريدة الجمهورية بالمانيا سيد احمد رحب بك هل لديك مزيد من التفاصيل عن ما تم الاعلان عنها من قبل الشرطة الالمانية وهو انه تم مقتل اثنين على يد منفذي الحادث وهم اثنين ايضا تم القبض على احدهما وما زالت الشرطة الالمانية تراحق الاخر اهلا وسهلا بك يا فاندم وطبعا الجديد حاليا بان المروحيات والتعارات المروحية للشرطة اه طبعا في الجو حاليا وتدعم قوات الامن وتطوق المنطقة طبعا قوات الامن المختلفة على الاحياء الموجودة في هذه المدينة مجيدة طبعا معروفة اللي هي على نهر بيستفالة دي طبعا موجود المدينة دي كبيرة جدا وطبعا الوقت وصلوا تقريبا الى فعلا محاصرة المخارج والمداخل للمدينة ان الشخص المقبض عليه حد الان لم تعت الشرطة اي معلومات ورغم انهما يحرفوا ايه هو جنسيته اه ليه طبعا ليه اجهات امنية طبعا هو بتحافظ عليها ولكن في طريقهم فعلا للقبض هو المال الجنسية سيد احمد او حتى الان لم يتم الاعلان عن ذلك هو لم يتم الاعلان ولكن هناك شك حسب الزميل اللي قابل مني اه بيقول انه ممكن لانه لم يطلقوا انه يكون فيه اه لانه ولكن فيه اجهات اخرى او بعد طبعا الموجودين اه بالمقربين اثناء بداية عنها قالوا انه هو تكلم الله عربية ولكن اه من الثاني جدا انه المان يقولوا الله هو اكبر ما فيش مشكلة خلص يعني تزاله من الصعب لان اصبحوا يتعلموها لانه بتطلق يوميا اي واحد يقول له الله هو اكبر يبقى معكم بلا طبعا او مع اي حاجة وطبعا دي كان حامل رشاش طبعا ما ننساش انه فيه عملية قبل يومين حصلت دي طبعا في المانيا اللي هي السيارة النقل السقيلة وطبعا برضه اطلقوا نفس العملية ولكن ثبت انه هو يعني لاجئ طبعا من سنة 2016 اللي لازم يطرد من المانيا لان لا يقبل لجوءه وطبعا من المجرمين طبعا والتجرامي وطبعا صبغة العملية دي موجودة يعني لدرجة ان اقول لحضرتك حاجة في برلين هنا في حاجات موجودة داخل النت اللي بحكومة حصة بالمسلمين تبلغ عنها يعني مخصوب كده نمر اللي يشوف حاجة بالنسبة للمسلمين يبلغ عنها يعني موجودة داخل الصبحات النت بتاعت الحكومة في برلين نعم إذن هناك توجه داخل المانيا تحديدا او اعتراف ان هناك متطرفين ارهابيين متواجدين في الداخل الالماني وكان هناك توعية من قبل الحكومة الالمانية بالابلاغ عن هؤلاء نعم دي طبعا الاغابين في المانيا موجودين وعلى رأسهم الاخوان بيلعبوا دور كبير في المنطقة هنا ولهم كثرة كبيرة جدا في المنطقة ولازم نعرفها ونفهمها والنهاردة الحمد لله يعني مصر بتلعب دور كبير جدا في مساعدة المانيا بالذات والدول الاوروبية او دول الاتحاد الاوروبية الاخرى في اطاقة عن وتبادر معلمات وقضية القضاء على الارهاب دي بتلعب دور كبير جدا بالنسبة للمانيا الالمان بالذات ليهم طرق في القضائية يعني وقت الشكل الخانوني اللي هو الديمقراطي يعني فالعماليات دي بتاخد وقت كتير يعني مثلا ارض على واحد الوقت ممكن يقولوا بنسيته لا ما يقولش يخليها لحد ما نشوف ايه اللي بعدها الى ان تكتمل الصورة نعم فاني نعم تقصد الى ان تكتمل الصورة يتم الاعلان عن ما نتاجه من تحقيقات بالضبط بالضبط هو النظام الالماني يعني هو نظام فعلا ناجح جدا في هذه الطريقة حتى لا يرقب باللوم ولكن طبعا فيه طبعا وسائل اعلام مختلفة جدا زي في مصر عادي جدا بيطلقوا طبعا اي حاجة حتى يكتبوا العرويين الرأسية فوق وتبتدي طبعا حاجات كلها خطأ ولكن نبأت القوات الامن الالمانية اول مبارح يعني بالذات والنهاردة بالذات الرجاء عدم اعلان اي شيء غير من الشرطة يعني ما يخدش كده يتوقع شيء ويقول عشان ما بتبقاش الاتهمات لان الاتهمات دي فعلا بتأثر على الشعب الالماني اللي هو فعلا شعب معتدل جدا جدا ولما يسمع كل شوية يقول لك اسلامي ولا لاجئ ولا مش عارك ايه ولا عمل والرهابي الناس بتشير فهو طبعا بنباع عشان خاطر ودي فعلا طريقة بيتبعوها النازية الجديدة في المانيا بدي فعلا يطلقوا النار في اي مكان وسبوعهم مش تعالى والناس طبعا بتحكس بتعرفها تغطيها ازاي فطبعا دي طريقة جديدة للنازية جديدة في المانيا ولكن الحمد لله وسائل العلامة المانية ابتدت استجيب واستجابت فعلا طبعا تعليمات وقوات الامن والشرطة في المانيا ووزارة الداخلية بعدم اي حق حتى الوزير الداخلية نفسي ووزير الداخلية سألوه اول مبارح على سيارة النقل الكبيرة قال له ما فيش اي معلومات عندي خالص سألوه هو في الاخصبون فهنا صراحة اللي هي التروي والتثني والصبر ما فيش أحسن منه حتى عدم اشعال الفتنة بين الأجانب والألمان الموجودين هذا جعلني أنوح أستاذ أحمد أن المدينة التي حدث فيها هذا الحادث كما قال ضيفي السابق يا مدينة تاهيلي ولها توجه كبير للنزيين في هذه المدينة وأيضا عادة ما يفوز بها الحزب اليميني المتطرف في الانتخابات ولكن أسألك هنا أيضا نافذة سياق أستاذ أحمد يعني وقوع هذا الحادث أمام أحد الكنائس اليهودية في مدينة هالي هل له دلالة معينة؟ هو طبعا المعابد اليهودية في العالم كله ليس في ألمانيا معلش الألمانيا واحدة وضع قاس حتى عاما عن دارة مصر يشرح عجل المعبد اليهودي يعني محكوم حكم أكثر من ألمانيا أقول أهل بأي لك على الواقع عملي لتنضيفي رحش المكان ده إما أنا مصري وعارف وليس جامل أجازة فيعني هي المعابد اليهودية في العالم كلها طبعا مؤمنة تأمين كامل ولا أعتقد لا يمكن الاعتداء عليها بأي شكل من الأشخاص نعم إذن دعني أنوهم مرة أخرى أستاذ أحباد نعم إلى أننا حتى هذه اللحظة نتابع مع حضراتكم مشاهدين على الشاشة لقطات حية من موقع الحادث والذي كان أمام أحد المعابد اليهودية في مدينة هالي الألمانية والتي تشتهر بأنها بها توجه كبير للنازيين ودائما ما يفوز بها الحزب اليميني المتطرف في هذه الانتخابات تم مقتل اثنين على يد منفذي الهجوم تم القبض على أحدهما والثاني ما زالت الشرطة الألمانية في مطردته أيضا دعني أسألك في هذا السياق أستاذ أحمد إذن الصحافة الألمانية أو يعني الإعلام الألماني بشكل عام ما زال يأخذ فقط التصريحات الناجمة عن الشرطة الألمانية ولكن فيما يتعلق بالتحليل السياسي لهذا الحادث في ماذا تدور الأقاويل في الصحافة الألمانية الوقت حتى الآن فعلا وانت بيتشوف على الأول اللي شايفها حضرتك وأنا شايف كل وقت دابي برضو أمامي طبعا الوضع اختلف تماما بصراحة يعني مش أقول واختلف في فترة قصيرة جدا جدا وأنا أعتبر أنها يعتبر في تقدم من وسائل الإعلام الألمانية التي كانت تتخذ البعض منها مش كلها البعض منها وبعض المعلقين أو المحللين أو الصحفيين مش دابوه كلهم أو بعض القنوات وهجوزء منها اختلاف تاني خالص النهاردة فعلا أصبح فيه فعلا تأني وصبر في التقاط الخبر حضرتكو كده بتتصلوا بسرعة بتشوفوا الخبر بسرعة حتى تقدروا تغطوا للناس ما تديش فرصة لصحفيين آخرين ولا قناة أخرى إنها فعلا تحبل بعلمات أخرى فموجود هنا طبعا تنافس كبير بإذن هو فعلا حتى لو أنا وانت سيادتك على هوا أنا برضو على هوا هنا لو حتى اللي قاله أنا سبعته بقوله الله أكبر مش مشكلة كل الناس هنا مجبتوله الله أكبر سهلا جدا جدا فأصبح بالشرط إنه هو بما يقول الله أكبر إنه هو عربي أو مسلم أو معرف شريح أو حاجة كده إنه كلمة الله أكبر إنه أنا بنسباله إذا أنا رحت وقلت الله أكبر بصوت عاي هتلاقي العالم كلها سرقت عن بعضين طبعا الوضع فعلا زي ما خدرتك في سؤالة الجميل ده اختلف فعلا في الفترة قصيرة جدا أنا كنتش متوقع أنه فعلا أول إبالح والنهاردة يختلف الوضع في وسائل الإعلام وفيه تقني وفعلا منتظرين بكل صد رغم أنهم فعلا كانوا يعني سرعة الحقم عليهم سريعة جدا ولكن أنا أشوف إن الوضع مختلف تماما وإذا برضه برجع أو التاني فيه تعاون أمني عربي مصري دولي دي بلعب دور كبير جدا في تبادل المعلمات وإنه مش كل الموجبين طبعا هو فيه هنا مجرمين مجرمين موجود في العالم كله يعني فيه نظم مجرمين فيه موجود في العالم كله فيه مجرمين فيه الناس غير شرعين فيه الناس صابين فيه كذا ولكن ما حطهمش بقى بالعملية إرهابي 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 واللي حصل في فرنسا من يومين ثلاثة لحد اللقاء هم ما توصلوش إن هو إرهابي ولا بيش إرهابي وزميل موجود في مكتب المكاتب موجود الوضع في ألمانيا بالذات وألمانيا بتلعب دور كبير جدا في المنطقة الأوروبية لأن أكبر دورها طبعا لغرفية وطبعا المدينة وضعات السورة أستاذ أحمد نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا كنت ضيفي عبر الهاتف من برلين الأستاذ أحمد سيد الكاتب الصحفي ومدير مكتب جريدة الجمهورية بألمانيا في ذات سياق أيضا عبر الهاتف ينضم إلينا سيد جمال قرسني عضو سابق بالبرلمان الألماني سيد جمال أرحب بك أهلا بكم نعم تحليلك لهذا الحادث سيد جمال نعم طبعا من يكون وراء هذا الحادث فليكن نعتبر طبعا هذا عمل إجرامي إن كان من أي طرف كان ولكن للأسف حقا الصورة الآن في في ألمانيا الآن اختلطت نعم نعرف يوجد هناك يمين متطرف يتربص لهكذا لهكذا أمور ويوجد هناك كل من يقول يعني يقول الله أكبر كأنه إسلامي ولا كذا هناك ربما من يختفئ وراء هكذا الشعارات لكي يعني يموه الصورة التي وراء ذلك إلى هذا التاريخ لا توجد المعلومات الكافية من الذي يقف وراء ذلك ولكن نصور وخاصة نحن في ألمانيا ولألمانيا للأسف يعني لها تاريخ طويل بهذا الموضوع وخاصة حساتة جدا بخصوص الموضوع عن الحقبة النازية وخاصة حساسة جدا بالنسبة يعني دور العبادة اليهودية وبشكل عام دور العبادة فإذا كتصور السلطات الألمانية تستابع هذا الموضوع عن كتب وتشف وراءه آمن آمن أن يتم حقا القبض على هؤلاء المجرمين الذين يقاموا بهذا العمل وأن لا يقتلوا للأسف عندما يقتل هؤلاء ناس لا نعرف من يقف وراءهم وتكون الصورة كذلك الضابابية الأكثر ولكن أنا نتفائل أن هناك الأمن الألماني سيقوم بعمله على أكمل وجه وسنعطل الصور ربما بعد اللحظات سنراها بمنظر ربما أوضح بأكثر من الآن نعم سيد جمال داني أتحدث معك عن التوقه الألماني في محاربة الإرهاب في داخل ألمانيا كيف هو في الفترة الأخيرة أو الأوين الأخيرة نعم نحن نعرف محاربة الإرهاب هنا يأخذ على جدية كاملة يعني نعرف حتى في كل أوروبا ممكن أن تسقط حكومات إذا كان هناك عمل إرهابي كبير وربما يؤدي حتى إلى تدعيات كبيرة نحن نعرف أن الموضوع الآن يوجد فيه توتر كثير ولكن كثير من الإرهابيين الذين كانوا حقا ممكن يشكلوا خطرا على الأمن الأوروبي بشكل عام ربما ذهبوا إلى سوريا وذهبوا إلى إعراق ونضموا إلى داعش وأخواته وربما الآن من السجناء الذين يتم التفاوض حولهم بين ترامب والاتحاد الأوروبي فإذن نصور الآن ربما الأمور خفت نوعا ما ولكن هناك حذر شديد شديد جدا بهذه النقطة والصور يعني الموضوع يعني إن شاء الله ما يكون له أبعاد إسلامية الذي حصل اليوم ربما تكون له أبعاد ربما يمين متطرف هو من للأسف لأن اليمين المتطرف الآن ينمو في أورطة بشكل عام وخاصة في ألمانيا وربما يكون هذا موراء هذا الحادث وليس يكون جهة إسلامية معينة نعم ما هي طبيعة مدينة هالي سيد جميل طبيعة مدينة هالي هي تقع في اللي كانت تسمى ألمانيا الشرقية هنا كان منها ولد فيها وزير الخارجية الألماني المشهور جينشر هو من ابن حلا ولا أصور لا يوجد هناك يعني فيها كالمدينة بشكل عام ما يوجد فيها ليس معروفة بأن يوجد فيها تطرف كثير ولكن للأسف نحن نعرف أن الحزب لهذا البديل له شعبية كبيرة هناك والناس للأسف دائما نقول بالتاريخ الألماني للأسف في ألمانيا شرقية لم يتم معالجة الحقبة النازية بشكل جيد هناك من طمرها من أتى وطمر الحقبة النازية بالشعية وهناك كثير من الناس بقوا في داخلهم للأسف لا زال في عزم نوع من هذا التفكير ليس كما في ألمانيا الغربية في ألمانيا الغربية تم معالجة هذه الأمور تم مناقش تم تم توعية المجتمع يضاح كثير من الأمور للمجتمع ولكن في ألمانيا الشرقية لن يتم ذلك فإذلك نجد آثار ذلك لدينا إلى هذا اليوم للأسف ألمانيا كلها واحدة واليمين المتطرف يتحرك كالزئبق من مكان إلى مكان آخر والأسف ينمو وينمو والأسف على ظهر المغتربين واللاجئين وهناك متزدات شعبيته ويكسب الأصوات وهذا الشيء المخيف وأصوره ربما هذا الذي جعل الآن يعني يتماد ربما إلى هكذا خطوات لأنهما بالنسبة لهم ليس فقط المغتربين أو العرب أو المسلمين هم كذلك في مخيرتهم كذلك العامل النازي العنصري وينفكروا كذلك من ناحية الدينية لا زال في قسم منهم يوجد لديه حقة على اليهود في العالم على اليهود بشكل عام فلذلك أتصور للأسف هلا هي بشكل عام مدينة هادئة ولكن ما حول هلا مدينة هلا يوجد هكذا بذور هكذا يعني مجموعات وهي حقا تشكر ربما خطر كذلك على الأمن القومي الألماني نعم ولكن حتى هذه اللحظة لم تتأكد يعني المعلومات إن كان هذا الحادث يأتي من فصيل إسلامي متطرف أو من بعض النازين نعم طبعا لأن حقا نحن نقف أمام ضبابية وللأسف ولكن للأسف في بعض الأحيان هذه المجموعات تعمل مع بعض هالبعض وتصور أنه في بعض الأحيان تعمل بعض المجموعات اليسارية المتطرفة مع بعض المجموعات الإسلامية عندما تتقي أهدافهم يعني فلذلك هنا حقا توجد ضبابية في الموضوع ولكن نحن كعرب كمسلمين نأمل أن يكون وراء هذا الموضوع شيء يعني مجموعة إسلامية متطرفة يعني كما أقول يعني زائغة وبعيدة عن طريق الصواب التي سيتحمل تابعاتها كل العرب والمسلمين في ألمانيا وفي أوروبا وربما في العالم كلهم لأننا لازم نعاني إلى هذا اليوم من تبعات 11 سبتمبر وربما تكون هكذا تؤثر فينا جميعا وهنا أقول عدم المسؤولية عند هؤلاء الناس هم يعذبون بأنهم حقا في هذا الشكل يسممون يسممون المناخ الإنساني يسممون التعايش السلمي يسممون العيش مع بعض فهذا نحمل للأسف نحن نعاني منه كثيرا في الدول الغربية وفي الغرب بشكل عام في هذه الأثناء أسألك أيضا سيد جمال يعني إلى أي مدى هذا الفصيل المتأسلم المتطرف متواجد في ألمانيا هل هو متواجد بالنسبة كبيرة البعض كان يقول في فترة سابقة عندما وقع الإعلام الألماني في العديد من السقطات التي تتعلق بالشأن العربي قالوا أن فصيل إخواني متطرف متواجد في ألمانيا يسيطر على مؤسسات الدولة الرئيسية إلى أي مدى تتطفق مع هذا الرأي ما هي نسبة هذا الفصيل في ألمانيا للأسف لا يوجد هكذا المجموعات الموجودة ربما هي شرذمات صغيرة مجموعة صغيرة متكتلة على بعضها البعض وربما بعض الأحيان تنسق هذا الموضوع ليس بشكل كبير أو ليس له طيف كبير ولكن كما يقال شيء من القذارة ممكن أن توسخ بحرا كاملا فللأسف هؤلاء موجودين ولكن وجودهم ربما في بعض الأحيان يكونوا كخلايا نائمة وربما يعني تفيق بين اللحظة والأخرى وتفعل فعلها أنا أصور بالنسبة للأمن الألماني يراقب كل الأمور يتابعها ولكن كما قلت يوجد مجموعة هي التي تؤثر على المناخ وتسممه وتقلقنا جميعا نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا كنت ضيفي عبر الهاتف من برلين سيد جمال قرسلي عضو سابق بالبرلمان الألماني أيضا فدات سياق من برلين ينضم إلينا سيد إبراهيم كابان المحلل السياسي أستاذ إبراهيم ورحبك نعم دعني أخذ تحليلك لما حدث في ألمانيا منذ قليل في البداية تفضل عمليا هي عملية إطلاق نار الشكل اليومي تحصل في ألمانيا هي قادية ليس لها بعد حسب قراءة للبعض الرابورات المرتبطة بالشرط القوليس الألماني ليس هناك دليل كافي إنها تكون عملية إرهابية حتى هذه اللحظة ليس هناك أي شيء من هذا القبيل فقط الشرط الألمانية حذرت الأهالي من الخروج إلى المدينة وأيضا كان إطلاق النار ليس فقط في مدينة واحدة بالعموم كان مدينة لاس بيرج أيضا هناك في إطلاق النار البعيدة عن هالة 15 كيلومتر وأيضا داخل هالة كان هجوم أيضا على مقبرة يهودية بقبلة يدوية حسب الشرط الألمانية وأيضا كان هناك تبادل إطلاق النار وبالعموم تم قابض على شخص في تلك المنطقة أعتقد مثل هذه الحوادث تخرج تظهر في ألمانيا إما لها بعد لها يد ربما تكون حالات المتطرفة في ألمانيا ليس فقط المسلمون أو المهاجرون أيضا هناك حالات أخرى المعاكسة لحصلة مثل هذه الأعمال أيضا على يد اليمين المتطرف الألماني أيضا لكن حتى هذه الأحزة ليس هناك أي دليل أن يكون أي طرف بحكم الشرط الألمانية تتحفظ على هذا تم احتجازه قبل قليل وتؤكد الشرط الألمانية ليس هناك يعني لم تصرح بأن هناك طرف ما أو ربما تكون شجارة شخصيا أو أي شيء وأنا أعتقد مثل هذه حوادث الألمانيا أمر ليس بالغريب على ألمانيا فبين فينا وأخرى تحصل مثل هذه الأعمال قد تكون هناك عصابات ما فيها قد تكون هناك خلافات شخصية قد تكون هناك يعني ليس فقط تتعلق بمسألة أنه يكون هناك متطرفون لو أن كان ألمان أو المهاجرون نعم إذن تفضلت في بداية حديثك سيد إبراهيم بالقول أن هذا الحادث هو واحد من أحد الحوادث التي تتعلق بإطلاق النار التي تحدث بشكل يومي في ألمانيا كما تفضلت بالذكر إذن هل ألمانيا تعيش في حالة طوارئ حالة طبيعية أعتقد الجو المناخ الحريات والديمقراطية الموجودة في ألمانيا هي إحدى الوسائل التي قد يستخدمها المتطرفون هنا في ألمانيا يعني الجو عدم المحاسبة الفورية للأعمال للتفكير المتطرف في ألمانيا هنا أجواء الدمقراطية الموجودة في ألمانيا هي أحدى المتطرفات التي قد يعني يفكر المتطرف أو الشخص في نوعية الانتقام يعني هنا في ألمانيا السلاح ممنوع على أي شخص أن يكون لديه السلاح وأيضا يعني الشخصيات أو الشخصات المعروفة في ألمانيا المتطرفة هناك أعتقد ملاحظة استخباراتية حول هذه الشخصة ولكن مثل هذه الأحداث السريعة التي تحصل يعني حصلت مثل هذه الأحداث السريعة كانت لها دائما إما طابع واحد طابع الماورين هنا في ألمانيا كانت جانبين دائما لديهم يد في هذه الاشتراحة التحصونة وأنا أعتقد يعني مثل هذه الحاسرة الهجوم على المقبرة اليهودية أو على الفلسة اليهودية أو بهذا الشكل الفوليسي يعني وسط مدينة تخرج وبيدك السلاح وأنت مصلح بشكل كامل هذا يعني يعبر عن شيء ربما يكون نوعا ما غريب عن المجتمع الألماني نوعا ما غريب حتى عن العرف اللاجين لم يحصل هناك أي جهة متطرفة في ألمانيا حتى تكون يعني تقف مثل هذه الأعمال هذه بالفعل كانت ظهورة وبشكل عالمي في الشارع وقيام بمثل هذه الأعمال مثلا كان في الفترات الماضية هناك أحد السائقين المتطرفين يعني دعس المدنيين في الشارع مثلا هذا عدس نفسه يتكره لكن هذه المرة يتعلق بكنيسة يهودية ومقبرة يهودية وإطلاقنا على أشخاص قليلين من هذه الكريمات أعتقد ربما تكون هناك هناك مثل هذه أحداث حتى الشيطة الألمانية لم تصل إلى النتيجة لم تتعلم من الشكل رسمي ما هو أبعاد هذه الجريمة ربما تكون جريمة شخصية ولكن إلقاء قنبلة على مقبرة يهودية لا أبعاد أمنية هنا في ألمانيا وخاصة أنه يهود هنا في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية والمجاز التي تم حساسية جدا في المجتمع الألماني أن يتسرف طرف أو شخص أو منظمة ضد جالي اليهودية هنا في ألمانيا نعم في بعض الأحيان يكون أي حدث إرهابي داخلي في أحد الدول يكون ربما مرتبط بسياسة هذه الدولة خارجيا فيما يتعلق بمكافحتها للإرهاب سيد إبراهيم فيما يتعلق بألمانيا السياسة الخارجية لألمانيا فيما يتعلق بمكافحة كيف انعكست على الداخل الألمانيا يعني لا يمكن المقارنة بين ما حصل اليوم وما هي السياسات الألمانية الخارجية أعتقد المهادنة التي فيها السياسات الألمانية الخارجية أن لا تجلب لها الكثير من المشاكل إلى الداخل الألماني أن ألمانيا تحتوي على أكثر من خمس ملايين اللاجئين منذ سنوات طويلة جاءوا لألمانيا وأيضا في ألمانيا الوضع الأمني مستتبئة مثل هذه الأحداث في أي دولة تكم ولكن أبعاد هذه العملية التي حصلت ربما أبعاد السياسية أبعاد أمنية بحكم أنها حصلت بشكل مفاجئ بهذا الشكل الهجوم على الكامل اليوم أنا لا أستغرب أي سيناريو أن يكون هناك مجموعات تخصر هذه مثلا ولكن بالتأكيد السياسات الألمانية الخارجية أعتقد هي نوع من المهادنة ولا تجل لها الكثير من المشاكل لداخل الألماني أنا أعتقد ذلك نعم ما هي الإجراءات التي نتوقع أن تتخذها الشرطة الألمانية أو الحكومة الألمانية في الفترة القادمة يعني ربما إذا استمعت إذا ضيفي السابق كان يتحدث أن هناك تضييق على الداخل الألماني فيما يتعلق بالمساجد على سبيل المثال فيما يتعلق بالمسلمين ومحاولة دمجهم في المجتمع سيد إبراهيم ماذا نتوقع من إجراءات مقبلة؟ عمليا حزب اليمين الألماني المتطرف يستفيد بسا هذه الأحداث وأنا أعتقد أنها ستسبق جميعا في النشر الذي حصل هو بيد المهاجرين وبيد المصري إلى آخر هذا ممكن بحكم جميع الأحداث التي حصلت حتى جرائم اليومية العادية حصلت كانت الجهة اليمينية التي لها ثقل أيضا في ألمانيا دعاية القيام بدعاية واسعة داخل ألمانيا ضد اللاجئين هذا ممكن كلما تقع هناك جريمة في ألمانيا دائما الإعلام المضاد للاجئين الأحزاب أو الحركات الجماعات التي تقوم ضد اللاجئين تستخدمها في الإعلام لتهيئة أو لتعبئة الرأي العام الألماني ضد اللاجئين وأعتقد جميعا حتى هذه الحادثة التي وقعت سيستخدمها اليمين الألماني ضد وجود اللاجئين وقد تكون هناك دغف حتى داخل برلمان ولكن حتى لا نسبق الحادث نحن لا نعرف وجهة هذه الحادثة لأنها وقعت وليس في مدينة واحدة يعني مدينتين وقريبتين بعدهم والحادثة وقعت وكان هجوم على المقابر اليهودية وعلى الكنيسة إذن ننتظر نتاج القوليس الأماني ومن عادة القوليس الأماني يطول في إعطاء هذه النتاج وأنا أعتقد لو أسرعت القوليس الشرطة الألمانية في إعطاء النتاج لا توقفت أي دعا وأنا أعتقد أيضا أن اليمين الألماني سيستخدم أي حدث هنا في ألمانيا ضد اللاجئين لتضييق على وجودهم ولتضييق على القوانين التي تتمح اللاجئين هو من الاخترية والديمقراطية هنا لكن سيحاول اليمين المطرف الاستشهاد مثل هذه الحوادث والضغط على اللاجئين في ألمانيا نعم دعني أختمعك بهذا السؤال سيد إبراهيم أبعاد هذه الحوادث مستقبلا على ألمانيا ألمانيا في مسألة الأمن في ألمانيا مسألة قيام أو وقوب مثل هذه العمليات لها أدرار كثيرة في الحياة الألمانية هنا أن الشعب الألماني بطبيعته يمدس مثل هذه الأحداث حتى اليمين المتطرف الألماني هنا في ألمانيا منبوض حتى داخل المجتمع الشريحة الواسعة من الألمان طبعا سيكون لها تأثير مباشرة على داخل الألماني بحكم دائما هناك اليسار الألماني وبين اليمين المتطرف داخل البرلمان بوصن داغ الألماني وأيضا قارج البرلمان الحياة السياسية والاجتماعية العادية لهذا ربما أنا لا أستغرب أن يستخدم هذا اليمين مثل هذه أحداث وأن يلسقها ربما بالمسلمين في ألمانيا وأن يكون له مثل يد اجدراع الطول في الضغط على المسلمين لهذا مطلوب أيضا من المسلمين هنا في ألمانيا وخاصة المسلمين العرب يكونوا حذرين جدا أن لا تكون جوا معهم مساجدهم أماكنا لترعرع أو لاستقبال الأشخاص هنا يوجد أشخاص كثيرة متطرفة هنا في المجتمع الألماني وشخصيات مسلمين مسلمين سياسيين متبوعين هنا في ألمانيا هناك استقبال لهم أيضا داخل الحادنة الإسلامية هنا لهذا أعتقد يجب أن يكونوا حذرين جدا أن يكونوا في منتهى الحذر من هذه الإشكالات التي سوف تقع ونعكس صلبا عليهم هنا في ألمانيا أنا بشكرك شكرا جزيلا كنت ضيفي عبر الهاتف سيد إبراهيم كابان المحلل السياسي شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين حتى هذه اللحظة نتابع مع حضراتكم لقطات منذ قليل لمكان وقوع الحادث حيث أعلنت شرطة مدينة هالة الألمانية مقتل شخصين في تبادل لإطلاق النار في أحد شوارع هذه المدينة الألمانية ولذا منفذوه أنه تم قتل شخصين بالرصاص في هالة وفقا للمعلومات الأولية حيث أطلقت عدة عيارات نارية وفر المنفذون بعد ذلك في سيارة داعي السكان إلى ملازمة منازلهم أيضا أفادت في ذات السياق الشرطة الألمانية إلى أنه تم القبض على أحد منفذي الهجوم فيما ما زالت تلاحق الشرطة الألمانية المنفذ الآخر لهذا الهجوم هذا على حسب المعلومات الرسمية التي تأتي من قبل الشرطة الألمانية والتي بالطبع يتم إذاعتها على وسائل الإعلام الألمانية ولكن فيما يتعلق بالمعلومات غير الرسمية التي أفاد بها ضيوفي عبر الهاتف إلى أن منفذي الهجوم كانوا يرتديا ملابس عسكرية أبيضان وأيضا قالوا الله أكبر قبل بدء الهجوم فيما يتعلق بمدينة هالة الألمانية هي مدينة بها توجه كبير للنازيين وأيضا عادة ما يفوز بها الحزب اليميني المتطرف في الانتخابات في ألمانيا حتى هذه اللحظة أيضا لم يتم الكشف عن سبب الاعتداء أو من هم منفذوا الهجوم إن كانوا تابعين لفصيل إسلامي متطرف متواجد في ألمانيا أو من قبل الكيان النازي أو اليمين المتطرف في ألمانيا ما زالت حتى هذه اللحظة هذه المعلومات ضبابية ولم يتم الكشف عنها حتى هذه اللحظة ما نتبعه الآن مع حضرتكم على الشاشة هي لقطات حية لمكان وقوع الحادث نتبعها مع حضرتكم الآن في مدينة هالة الألمانية والشرطة الألمانية كما ذكرنا سابقا نوهت عبر وسائل الإعلام لمواطني هذه المدينة بأن يلتزموا ببيوتهم وأن يتوخوا الحضر حتى يتم القبض على منفذ الهجوم الثاني وتم يعني كما قال ضيوفي عبر الهاتف إغلاق مداخل ومخارج هذه المدينة حتى يتم القبض على منفذ الهجوم الثاني ترجمة نانسي إذن مشاهدين بذلك تكون انتات هذه التقطية الإخبارية المقدمة إليكم من اكسترا نيوز كنت معكم فيها أنا نانسي نور على رأس الساعة القادمة تلتقون بنشرة إخبارية مفصلة وحتى أن تأتي هذه النشرة أترككم الآن مع هذه اللقطات الحية التي تأتي إلينا من ألمانيا وتحديدا من مدينة هالة الألمانية والتي كانت هي موقع حدوث هذا الهجوم الإرهابي أمام أحد المعابد اليهودية هناك إلى اللقاء